صديقي مشاهد الاقتصاد والناس أولا طبعا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا الحقيقة كما قلنا من قبل من خلال حلقات مختلفة من البرنامج أنه لا يمكن لدولة في العصر المعاصر أن تكون دولة بمعنى الكلمة اقتصاديا بدون أن تتعارض أو تتعامل أو تتعاون مع دول أخرى مصر تم استدعائها مؤخرا كممثلة لقارة إفريقيا في مؤتمر الجي سافن الذي كان يطلق عليه الجي ايت في السابق ولكن النهاردة الجي سافن والجي سافن تعني أنه الدول السبع الكبار في الاقتصاد العالمي ألا وهم فرنسا ألمانيا إيطاليا المملكة المتحدة أي بريطانيا اليابان كندا والولايات المتحدة الأمريكية تلك هو مؤتمر الجي سافن مصر تم استدعائها لهذا المؤتمر مؤخرا ما هي تدعيات هذا المؤتمر؟ هل سيؤثر علينا بالسلبة أم بالإيجاب؟ تم وضوح حاليتنا النهاردة عزيزي المشاهد نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك تمام نرجع نلكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين الحقيقة طبعا كعدتوا منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدرسات السياسية والاستراتيجية دكتور مختار أهلا بيك أهلا بيك وأنا سعيد بوجود معك يا محمد يا فندم الله يحفظك ويكريم وحشتنا بقالك فترة يا فندم أنت اللي بقالك فترة ما أنا أحد أهو شغال ما أبيش مشاكل إزاي حضرتك يا دكتور مختار طيب مبدئيا يعني في المقدمة وأنا بتكلم كده كنت بتكلم على موضوع الجي ايت والجي سافن إيه تاريخ الموضوع ده بالظبط ليه إشمعنا التمن دول دول اللي كانوا تمانية معدل روسيا طبعا طلعت منها وده مضى وبقوا سبعة دول ليه إيه الاختلاف وبتدت إزاي الفكرة أصلا يعني خلينا أقول لك الفكرة بدأت سنة الف وتسعومية تحديدا كانت تلاتة وسبعين أوكي تاريخ قديم أوكي ثم بدأت تخش تحت الطي العملي وكانت فكرة من رئيس الفرنسي الأسبق مسترون كان آيامي دستان دستان أوكي وبدأت تخش عمليا 75 وبدأت فعليات القمة دي وكانت سوداسية بداياتها ستة ستة دول أوكي باستثناء كندا كندا كانت هي السبعة الدولة اللي جات بعدك أوكي الدولة اللي دخل ثم دخلت روسيا بعد كده بعد أن تحلل الاتحاد السوفياتي 91 دعية 94 دخلت رسميا 97 أوكي فأنت بتتحدث واجتمعه تقريبا يا محمد 43 مرة 43 اجتماع قبل هذا التاريخ ووزراء المالية الخاص بهذه الدول بيجتمعه مرتين سنويا عشان يحددوا كيف يتعاملوا مع المحطات الاقتصادية العالمية وبيعملوا حلقة واسط بين الوزراء المختصين وما بين محافظ البنوك المركزية في الدول دي أوكي اللي هما السبعة أو التمانية اللي هما السبعة أو التمانية أوكي وخلينا أقول لك أن السبعة أو التمانية التمانية دي كانت المفترض تبقى في السنة دي تمانية وقلت للسنة القادمة هتخش ولا لأ وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا محفزة لدخول الروس في الاجتماع ده ولكن اعترضوا التلاتة الكبار في العالم الغربي بريطانيا ألمانيا فرنسا قالوا أن روسيا عندنا معها مشاكل شبه جزيرة القرم ما زالت في مشكلة في بعض الملفات المتدخلة فيها روسيا وفي مشاكل بيننا هل معلش بالمناسبة السعيدة دكتور مفترض يعني هل زي ما احنا فاهمين أنه زي ما حالك كنت بتشرح من شوية أنه الموضوع وزراء مالية وبيتكلموا في أمور اقتصادية فيما يتعلق بالسابع دول والاقتصاديات العالمية إنما هل السياسات بتتدخل في الموضوع زي ما حالك؟ طبعا أصل الموضوع سياسي أصله سياسي طبعا مش اقتصاد لأنه أصله هو التحكم ليه أنت بتتحدث عن الدول دي يا محمد الدول دي بتضم في طيطة 65% من الصروة المالية العالمية 65% ثلاثين الصروة المالية للعالم متجمعة في الدول دي 280 تريليون دولار 98% من إنتاج السلاحي نوي في العالم في أربع دول من المجموعة 71% من الإنفاق الخاص الحربي الإنفاق التسليحي جاي من هذه الدول فانت بتتحدث عن كتلة من الدول تكاد تكون هي المتحكمة متحكمة في شكل إدارة النزاعات الموجودة في العالم إذا كنت بتتحدث عن نزاع سياسي أو بتتحدث عن واقع اقتصادي وهذه الدول مش واخدت طبع الرسمي هي الدولة اللي بيجي عليها الدور هي اللي بتحضر أجنتة عمل السنة دي وبتحضر المواضيع الرئاسية الخاصة بها بس طبعاً بيبقى فيه التفاهم وتعاون ما بينهم وبين بعض ما بينهم واتصالات طبعاً قبل ما يطلعوا بالمانيفستو الأخير والدليل على كده إنه في 2018 السنة اللي فاتت دي كان موجود هذا المؤتمر في كندا وإنه حصل خلاف في طي هذا المؤتمر في كندا حتى على البيان الختامي وكان فيه غضب من ترامب باعتباره أنه تصرحها ضد رئيس وزراء كندا وضد البيان الختامي ما كانش قابل بالوضع ده السنة دي دعية لدول وبرضو فيه بعض الخلافات مش عايزين نقول الجوهرية لكن بعض الخلافات الخاصة بانضمام روسيا وروسيا خرجت بحديث وقالت إنه ما ينفعش قمة زي دي ما يكونش فيها الصين والهند وروسيا باعتبار الصين بس ما هو معلش ما هو ده فيه طايا آخر ما هو فيه الجي تونتي اللي هو برضو مؤتمر آخر بيضم أكثر عدد من الدول اللي هم العشرين العشرين الأقصر لا ده فيه كمان حاجة كمان ده فيه التمانية زائد الخمسة لا لا التمانية زائد الخمسة اللي هم مين هتلي خطوة وراء اللي هم الكبار دول لو حطينا روسيا معاهم زائد الخمسة اللي هم مين اللي هم الصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا والبرازيل اللي هم موجودين الخمسة دول التمانية دول والخمسة دول برضو لهم اجتماعات أخرى لهم اجتماعات أخرى لهم اجتماعات أخرى لأنك أنت وإنت بتتحدث عن اقتصاد بيحدد الأطر الاقتصادية العالمية آليات التعامل بهذا الاقتصاد الفائد البنكية الخاصة بيهم العملة الأكثر هيمنة على العالم وإحنا عارفين أن هناك سراعا أمريكا صينيا مرتبط بالاقتصاد أصلا ومرتبط بالسياسة وآخر قرار كانت واخدى الصين من ثلاثة أيام أو أربعة أيام برفع الإجراءات الجمهورية أو رفع المسائل الجمهورية تعريف الجمهورية على بعض المنتجات الأمريكية اللي تدخل الخزينة الصينية في حدود 75 مليار وترامب مأجل اتخاذ القرار بعد القمة دي يعني بعد هذه القمة باعتبار أن هذه القمة هي بتناقش مواضيع اقتصادية ومن داخل طياتها مواضيع سياسية كبيرة عنوان سياسية كبيرة حتى لو لها علاقة بالصين يعني لو بنكلم على علاقات خارجية يعني قرار الولايات المتحدة الأمريكية مؤجل إلى أن تنتهي القمة بتاعت الجي سيفن عشان يشوف هيعمل هي مع الصين اللي هي مش داخل الجي سيفن ولا الجي ايت ولا الجي ايت هي صحيح آبيا جمعها تكتل آخر اللي هم الخمسة زائد التمانية وده لهم نظام من درشه بنفسه قوة التمانية دول التمانية دول بيجمعهم إطار كبير باعتباره إطارا قديما وإطارا قديما بيضم في طياته الأقوى اقتصاديا والأكثر تحكما في السياسة من خلال طبعا من خلال مشاكل كثيرة جدا مرتبطة بهذا الوضع ومن خلال أن الملفات اللي هي ليست معلنة لهذه القمة هي في الأصل ملفات سياسية هنتعامل مع إيران ازاي المضايك البحرية دي هنأمنها ازاي تجارة النفط وعبور النفط تحدث 18 مليون براميل بيضموا من مديوك هرموس هنتصرف معهم إزاي هنتعامل مع الصين إزاي وفي وقت من الأوقات اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية محافظ البنك المركز الصيني بأنه بعتلعب بليوان الصين من فترة من سنتين تقريبا لا ده وكالسه ورايب تاني حصل تان هل هل وده معروف معلش أنا عارف أنه نتطرفنا الموضوع آخر ولكن معلش الدكتور مختار يعني خلي بالك على نقطة بكلم اقتصاد برضو برضو اقتصاد ولكن يعني ما هو كان في حرب قوية جدا ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ومازالت موجودة الحقيقة مازالت موجودة ابتدت يمكن تدخل في طايات مختلفة ولكن مازالت موجودة الحقيقة هل المؤتمرات دي بتؤثر على القرارات اللي بتأخذ فيه قبيل أو فيه سبيل كسب جهة على أخرى في الحرب الاقتصادية طبعا لأن في الأول وفي الآخر انت خلق تكتل هذا التكتل هو عنوانه الأساسي قوة اقتصادية كبيرة تلتين اقتصاد العالم في إيده وهذا التكتل 98% من القوة النووية للعالم كله في تحت إيده وفي شكل أو بآخر متحكم في كثير جدا من القضاء السياسي فترامب معني بأنه يجمع حتى وإن اختلف فكريا مع الحاضرين في الجي سيفن يعني مختلف مثلا مع فرنسا في أليات التعامل مع إيران حتى وإن كان موسط فرنسا في أنها تتكلم في هذا الموضوع إحنا شفنا في 2018 كيف اختلف مع الدولة المضيفة كندا في ذاتها وهو مختلف مع ألمانيا في أليات التعامل برغم أن ألمانيا وفرنسا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا هي الأقوى اقتصاد وهي الأقوى سياسة صحيح فمن خلال هذا المؤتمر أنت بتبحث قضايا عالمية كبيرة اللي هي العدوين اللي حتى شفناها أليات المساواة ما بين الجنسين الهجرة غير شرعية هنقدر نحكمها زي المسألة الهجرة هل من الممكن أن نخلق اقتصاديات قوية ولا لأ بندعو مثلا الرئيس عفتاح السيسي بصفتيها رئيس الاتحاد الأفريقي فنسمع وكهة نظره في آليات التعاطي مع 55 دولة على المستوى الأفريقي وعند أكبر مستثمر داخل القرى الأفريقية هو خارج نطاق الجيس والجيسفت اللي هي الصين 250 شركة وأكتر من 210 مليار دولار استثمارات صينية داخل القرى الأفريقية هنتعامل مع هذا الواقع أزاي هيجمعنا تعامل جماعي ولا الولايات المتحدة الأمريكية هتتعامل فرديا ولا إيه القضية لسه إحنا لسه بشوف ناش وبالمناسبة هو حاليك اللي دخلتنا الدكتور مختار في الموضوع إحنا يعني إعلاميا بدأ يقال أنه مصر مدعوها وسيد رئيس عبد الفتاح السيسي مدعو طبعا لحضور الجيسفن السندي ولكن ليس كممثل للمصر ولكن كممثل زي ما حالك قلت كده للاتحاد الأفريقي ولسقى المصر ولسقى المصر لأن الدعوة جات من خلال ماكرون الرئيس الفرنسي شخصيا وماكرون دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بشكل شخص لكن ثقى المصر وهي حاضرة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضر كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الأفريقي فهتسمع وكهة ومصر كرئيسة للتحديد ومصر كرئيسة للتحديد فهنسمع وكهة النظر دي وفي دولتين من الاتحاد الأفريقي مدعوين السنغال وجنوب أفريقيا موجودين دخل وجنوب أفريقيا داخل ضمن المجموعة داخل الخمسة والثمانية فإنت النهاردة في دول مدعوة من قبل الرئيس الفرنسي بتبقى دول تحضر تبقى دول المراقبة العامة تحضر المدولات العامة يكون في لقاءات سنائية بين بعض الزعماء هذه الدول وبين الدول الزعماء الحاضرين نناقش فيها الوضع الاقتصادي نناقش فيها آليات التعامل مع القضايا معينة مليحة وبيبقى حضور سري يعني أنت لما بتكلم على قمة حضرة السبعة الكبار على مستوى العالم اقتصاد والسياسة مش اقتصاد بس فأنت بتتحدث عن القوى الأكثر تأثيرا في كل حاجة بيبقى فرصة لتبادل الرأي ووجهات النظر في كثير جدا من القضايا المطروح يعني من خلال زي ما حايف بتقول من خلال وإحنا دخلنا في موضوع مصر وعلاقة مصر والقارة الأفريقية بالدول الكبيرة وعلى ما اعتقد أنه كثير من الاقتصاديين بيكلموا أن قارة أفريقيا قارة وعيدة وعيدة صاعدة لكن أنت عندك مشكلة هي المشكلة الكبيرة أن آليات تعامل العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الأفريقية بيعتبرها دولة منتجة للمواد الخام وساحة لتسويق منتجاته ما فيش قيمة مضافة من أي نوع ما فيش أنت عايز تغير القاعدة دي هل ده اللي بيتم دلوقتي من خلال رؤية مصر والسيد الرئيس عبد فتاح السيسي ليه حل أزمة أفريقيا في التجارة البيانية ما بيننا وما بين أوروبا لا إحنا عايزين حنحل معضلات هي موجعة هي موجعة للعالم الغربي وهي الجرى غير شرعية غير شرعية دي بتأتي ممن؟ من القارة الأفريقية ومناطق الصراعات طب أنت النهاردة يا عالم يا غربي يا وليات متحدة أمريكية سعدي في تسوية هذه الصراعات وخلينا ننظر إلى القارة الأفريقية باعتبرها ممكن تبقى ساحة تسويق معاك لكن في نفس الوقت أنا عايز أخلق إنتاج قواعد اقتصادية داخل القارة الأفريقية عشان تبدأ تخلق فرص عمل فتبدأ تقلل من حجم الهجرة غير شرعية اللي هي بتخرج من هذه الدول تجي لك وخلق لك مشكلة فلأ بدل أنت استثمر وسوق وعمل لي قطاع إنتاج وقطاع اقتصاد قوي داخل الدولة من خلاله تقدر تدرب كم أصف المحاك معلش أنا آسفة دكتور مختار هل ده هيخل بمصالح بعض الشركات الغربية اللي بتستثمر فيه المواد الخام وفي تسويق منتجاتها الأفريقية وطبعا بالتأكيد يعني شوف هي الأزمة بيخة هي مش هتمشي بطبعا بالتأكيد سلاسة كده آه يعني دلاتي انت في الأول وفي الآخر انت بتطرح أطرحات تمام انت أملك من خلال هذا الطرح انك انت على الأقل يكون في العقلية الغربية أو العقلية الأمريكية آليات جديدة للتعامل لأنك انت عندك مشكلة بتأتيك من هذا المكان وهي مشكلة الهجرة غير شرعية الخارجة منه وعندك مناطق صراعات موجودة في هذا المكان مؤرقة لك بالنسبة لك صحيح وعندك إرهاب موجود في بعض الأماكن لهذا المكان إلى حد كبير جدا انتقلك منه ساعد في تسوية القضايا دي عشان نبدأ ساعد بس دي مرحلة مرحلة اقتصادية مختلفة تماما دوليا ما هو ما تقعى تفصل الاقتصاد عن سياسة يعني أنا وانت لما نجي نتكلم اقتصاد ما ينفحش ان لو انت نتكلم اقتصاد ونفصل ده عن الواقع السياسي لأنه لأن جزء من عقاب روسيا اللي هي عضو في جي ايت ووجودها فيه هو سياسة مش اقتصاد صحيح هي ضمت شبه جزيرة القارن وأخذت شارئة أوكرانية لوهانسك ودونداستك والولايات المتحدة الأمريكية غاضبة من هل ده عقاب لدولة ما انها تضطرد من او يتم حجب عضويتها من مجموعة زي الجي سابن لأن دول بترى ان هي فوق المسألة ودول بترى ان هي الاكثر سطوة والاكثر قوة على مستوى العالم فخلاص مش هتعامل معك انت اما التسيل في ركابي يا اما تكون طوح ارطي وإلا يبقى فيه امور عقبية لكن هي العقاب ده بيجدي ولا لا يجدي ده قصة اخرى يعني هذا العقاب فيه وكهة نظر لكسير جدا من المراقبين ان متضرر منه العالم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية اكتر من المسؤة من الروس نفسه في حد ذات باعتبار انك انت بتعاقب قوة عصمة برضو مش قوة قليلة تاني اكبر قوة عسكرية على مستوى العالم حجم الناتج المحلي لها بالمليارات دولة من دول القوية وصحبة تأسير صحيح فانت النهاردة لكن هي لغة السطوة او لغة القوة او لغة الرأس مالية المتوحشة اللي بدرجة او باخرى دعونا نعاقب ده لانه الى حد كبير جدا مش مستجد ولو انت رجحت الى نقطة برضو خاصة بالاقتصاد خلي بالك في وقت من الاوقات الولايات المتحدة الامريكية قالت في محافظة البنك المركز الصيني بيتلعب بليوان صحيح العملة الصينية ضد الدولار في الاول وفي الاخر مع صدر انا يعني باعليش هستغل وجود حبيبك معي في هذه النقطة بالذات لانه برضو بيختلط على البعض فهم موضوع تلاعب العملة يعني ايه تلاعب بالعملة بالبلدي كده هي تتلاعب بالعملة علوا او خفضا من وجهة نظرك ده المقصود بالتلاعب بالعملة والتلاعب بالعملة علوا او خفضا ليست وفق معطيات السوق ولكن وفق مصلحة معينة انت عايز تجنيها في النهاية لكن انت بتتلاعب او لا تتلاعب بقصة اخرى لانه مسألة مبدأ التلاعب بالعملة الوطنية الخاصة بي ده مبدأ مضحك برضه يعني هتلاعب بالعملة الوطنية الخاصة بي ازاي بالعكس العملة بتاعتي يحكمها اقتصاد عندي ويحكمها شكل من أشكال التسويق ويحكمها علاقات تجارية مع القوى العظمى ومع القوى الدولية ومعلوم أن الصين مخيف اقتصاديا ومعلوم أن الصين في علاقتها ويكفي أن الصين وأنا بكلمك عن القرار الأفريقية أن لو أنت بسيت للجاب اللي بين الصين للإستثمارات الصينية والإستثمارات الأمريكية في حدود 100 مليار دولار لمصلحة الصين مش لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية بما يدرع التسعين مليار أو المائة مليار دولار طبعا ده مزعج للولايات المتحدة الأمريكية وإلى حد كبير معلش أنا أسف في النقطة دي هل متركز برضو في تسويق منتجات صينية موجودة واستغلال المواد الخام الموجودة في أفريقيا على غرار أنه بيستثمره في مصانع بتنتج مواد ويبقى فيها قيمة مضافة في أفريقيا طبعا كل تسويق منتجات طبعا هو أنت النهاردة قدرتك في تسويق المنتجات قدرتك في أنك تمتلك شركات إحنا في وقت من الأوقات كنا داخل الصحة الأفريقية بشركتين بس المؤلون العرب والنصر للتصدير والإستراد عملنا بنية تحتية ضخمة من الستينات للتمانينات تقريبا آية محمد والنيجر اللي كان سيادة الرئيس حضرها منذ شهر تقريبا أو شهر ونص لسوق الحرة أو المنطقة الحرة لتوقيع اتفاقية المنطقة الحرة بين دول القرى الأفريقية أعلى مبنى موجود في النيجر اللي عملته شركة مارس اللي عملته شركة مارس سنة 1969 فانت انت لكن دخلت غلام بقى دخلت شركات كثيرة هي فترة التسعينيات من القرن الماضي هي اللي أثرت على العلاقة المصرية الأفريقية هالرجع التاني التمانينات والتسعينات والألفنات والألفنات طبعا لأن دخلت شركات كثيرة جدا مش السبس إسرائيل 46 سفارة ما بين سفير مقيم وغير مقيم وقائم بالأعمال من 72 لها في العالم موجودين داخل الصحة الأفريقية وهناك دول داخل الصحة الأفريقية اقتصادها اقتصادها برجال أعمال يهود طبعا هل احنا لسه لنا الثقة للأفريقي احنا رؤساء الاتحاد حاليا ودي دورة ومعروفة ومش مشكلة انما هل لسه لنا الثقة للسياسي والاجتماعي داخل القرار شوف انت لك تاريخ موجود داخل الصحة الأفريقية اللي هو تاريخ الخمسينات والستينات وحركات التحرك ولك علاقات خاصة بدول وانا اشرت معاك الى انه اعلى مبنى موجود في النيجر اللي كانت مستضيفة اتفاقية توقيع التجارة الحرة ده اللي بناها شركة مصرية وانت تنزانيا اقوى سد بيتبنى في تنزانيا اللي وقع على شركة المؤمنون العرب في حدود استثمارات في حدود 3 مليار دولار او يزيد شركة المؤمنون العرب هي اللي بناتهم ده الكلام ده وكان حضر وضع حجر الأساس رئيس الوزراء طول مصطفى مدبولي فانت داخل داخل الصحة الأفراقية لكن دخولك دلوقتي مش هو دخول الخمسينات والستينات الخمسينات والستينات كانت الصحة بالنسبة لك فضية يعني متسع النهاردة عندك منافسة جديدة شديدة كمان وعنيفة طبعا شديدة وعنيفة لانك انت عندك قوة اقليمية وقوة دولية اصبحت لعبة مهمة جدا داخل الصحة الأفراقية داخل تنفس مع الصين وداخل تنفس مع فرنسا ودخل تنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية ودخل تنافس مع إسرائيل ودخل تنافس مع إيران إيران 33 سفار طبعا داخل الصحة الأفراقية الهند موجودة داخل الصحة الأفراقية فإنت داخل تنافس مع دول تقليمية ودولية ترسخت بمصالح معينة داخل الصحة الأفراقية اقتصاد وسياسة وعسكرة يعني شكل أشكال العلاقات المسلحة وعدت على المسلحة تماما حيث ذكرت الهند مثلا أنا اللي عرفه شخصيا أنه شرق أفريقيا بالذات في عدد كبير جدا من الجاليات الهندية عايشة هناك بقى لها من ستين طبعا آه آه طبعا وعايز أقولك حاجة والدول دي مش دخل اقتصاد بس ده دخل اقتصاد ودخل سياسة ودخل حجم انتشار المسهب الشيعي مثلا في دولة زي السناغال مخيف مثلا يعني إيران وهي دخل مش دخل اقتصاد ودخل اقتصاد واجتماع واقتصاد ودين وكل حاجة وعشان كده مصر وهي دخلة مش دخلة او مش مطلوب منها انها تخش سياسة بس مطلوب منها انها تخش سياسة وتخش اقتصاد وتخش بالقوى النعمة الدرجة الازهر بوسطيته الكنيسة كان عندنا ده في وقت طويل هل ابتدى يتأثر هل ابتدت علاقتنا أنا عارف ان الحلقة احنا حولنا مصار لعلاقتنا الافريقية وبعدنا عن الجي سافن بس ده مهم جدا احنا بنكلم في الجي سافن على اساس ان احنا ممثلين للقرار الافريقية هل علاقتنا فعلا قوية بالقرار الافريقية هل نقدر نمثلها بشكل جد طبعا لا 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 فيه تأدير على المستوى الادبي والمعناوي لمصر من القرار الافريقية وعشان كده الرئيس راح بذاته لتوقيع اتفاقية التجارة الحرار في النيجر كان من الممكن ان يبعت احد اصولية والقرار الافريقية تقدر زيارة الزعماء يعني اللي هو قمة السلطة التنفيذية ولو تحدستيني انا شخصيا اقولك انا في وقت من الوقات قلت ان انا مطلوب من سيادة الرئيس ان يكون هناك زيارات دورية للقرار الافريقية انا عندي في القرار الافريقية 55 دولة يا محمد 52 دولة اللي وقعوا اتفاقية التجارة الحرة وفي دولتين انضموا نيجرية تقريبا وبنين انضموا يوم توقيع التفاقية وبقى اريتريا بس وانت محتاج تتعزز علاقاتك والعلاقات تتعزز من خلال الزيارات واللقاءات السنوائية طب معلش معلش انا اسف على قطع كلامك يا دكتور مختلف ولكن يعني من خلال او في خلال مؤتمر الجي سافن اللي بيجري حاليا طبعا السيد الرئيس اجتمع بعدد كبير من الرؤساء بعض الدول الافريقية طبعا هي اجتمع ان شاء الله اه يعني وفعلا لانه مدى التلات يام المؤتمر في سنغال وفي جنوب افريقيا يعني وبركينا فاسو عدد كبير من الدول الممثلة للقرى الافريقية هل الاجتماعات دي بتبقى لشكل التجارة البيانية ما بيننا احنا كشكل فردي كمصر وما بين تلك الدول ولا ما بين التجارة البيانية ما بين تلك الدول المجتمعة والقرى الارضة بنبحث كل حاجة كل لانك انت وانت رئيس للاتحاد الافريقي مش مطوب انك انت تتحدث باسم دولة واحدة انت تتحدث باسم هذا الجماعة آليات التعامل مع القرى الافريقية وانا مش عايز اذكرك واذاكر السادة المشاهدين معايا مثلا بالصين افريقيا الصين عملت مؤتمر مع القرى الافريقية اسمه فولكا وحضر رئيس عبدالفتاح السيسي المانيا وافريقيا قمة العشرين وافريقيا والرئيس عبدالفتاح السيسي راح فرنسا وافريقيا وانا مش عايز اقولك برضي يا محمد انه في 8 دول من القرى الافريقية صندوقها السيادي كل الفرنكفورد كل الغربة أفريقية نعم وعندك الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا اليابان وأفريقيا النهاردة القوى العظمة العالمية اقتصاد وسياسة إلى حد كبير جدا بتحاول تبني علاقات بينها وبين القارة الأفريقية بيجي معها باعتبار القارة الأفريقية صحة خصبة صحة خصبة لو أنت عايز تستثمر تلاقي شركاتك آليات استثمر هناك لو أنت عايز أنك تسوق منتجات خاصة بيك قاعدة عريضة 55 دولة لأنها أزيدك من شعر بيت كمان كتلة تصوطية القطياق بس لازم المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي للساكنين في قارة أفريقيا ارتفع عشان يبقى سوق قوي تجري أصلا لا المستوى الاجتماعي والاقتصاد أنت بقى بتخش في آليات أخرى عايزة كافح التساد عايزة أرفع من معدل التنمية عندي طبعا وإنت مطلوب أنك باتكلم على مبدأ المسواة تمكين الشباب وتمكين المرأة وخيره من مثل هذه القضايا بتكلم عن فرد شكل من أشكال العلاقات البينية عشان كده وأنا رئيس الاتحاد الأفريقي أنا اخترت أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي وأنت تتذكر معي في آخر مؤتمر للشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج دفعة من الشباب الأفريقي من الخرجين من الأكاديمية الوطنية من الأكاديمية الوطنية فده كلها دورة الألعاب الأفريقية ده كلها بتعزز قدراتك ودخولك داخل الصحة الأفريقي وتمثيلك أمام هذا المؤتمر لأنك أنت وأنت موجود في مؤتمر زي جي سيفين أو موجود في الصين أو موجود في اليابان أو موجود في فيينا دول الاتحاد الأوروبية والقارة الأفريقي بتتكلم باسم هذا التجمع الكبير صحيح الأفريقي أنت الحوار مع حضرتك الحقيقة ممتع يا دكتور حقيقة يعني أنا حاجة أتكلم معك وأنا كمان والله بس للأسف قالوا لي خلصنا الليلة يلا معلش الوقت انتهى الحقيقة يعني إحنا يعني استفادنا استفادة شديدة جدا من أستاذنا الأستاذ دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية شوف يعني الحقيقة اتكلمنا في مواضيع كتير وبالأخص طبعا تمثيل مصر للقارة الأفريقية من خلال مؤتمر جي سيفين أو السبع دول الكبار في مجال الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية زي ما الدكتور مختار كان بيكلم معنا الحقيقة بنتمنى أنه كل الجهود التي تستثمر حاليا من خلال تلك البرامج وتلك الاجتماعات تعود على الشعب المصري الحقيقة دكتور مختار بالتأكيد احنا في النهاية عايز نبني سمار اقتصاد وفرصة احنا نسوأ اقتصادنا واقتصادنا احنا شخصيا يعني ممكن نستفيد جدا استفادة كوء عزمة من مشاركتنا في تلك انا متصور ده الحقيقة متصور ان حرص الرياسة في الحضور لمسة هذه المؤتمرات ودعوتها لهذه المؤتمرات بجانب تحملي مسئولية رئيس الاتحاد الافريقي لكن انا في الاول وفي الاخر انا مسئول عن دولة مت مليون نسمة ومحتاجة اسوأ استثمار يعني من الاخر احنا اولا بنشكرك عزيزي المشاهد ونشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس اشتركوا في القناة